أكد مسؤول الليبي مقتل سبعة أشخاص في هجوم على نقطة أمنية شرقية العاصمة الليبية ترابلس وكانت مصادر أمنية متطابقة من مدينة زليتين شرقية ترابلس قد أكدت تنفيذ هجوم من قبل تنظيم داعش على بوابة على مدخل المدينة الغربي فجر اليوم وأضحت المصادر أن عددا من مسلحي داعش هاجموا البوابة فجر اليوم مستغلين عطلة العيد وذلك بسبب قلة الكثافة الأمنية فيها فوجهوا بندقياتهم إلى أفراد الحراسة وألقوا قنابلة يدوية بجانب مبنى البوابة